مرحبا بكم مع امولا ما فهم يش مقابن من شوية عصيدة هيكا بنينها عصباح بالزيت والعسل بننا على بننا ان شاء الله انتم ازيدا تعجبكم الغسايت و ساهلة بش نعطيها لكم طريقة مبسطة اي واحدة نجم يعمل هيكا فطور الصباح عصيد تسميد و يجربها و يسمحوني زيانها كيف ما يحب هوا دونك خذيت هوني الكروينا بتاع البش نطيب فيها و بالكيس هذية تاخذوا اي كيس ولا اي صحفة ناخذوا كيس سميد ارتب على الكيس سميد ارتب بش نضيف زوز كيسين ماء زوز كيسين ماء عادي له بارد له وسخون بش نسخن بش نضيف هوني الكيس الثالث و بش نحطو هوني دو كوتة مانيش بش نحطو تاوتا و تشوفو عليش كيس سميد معانيها ارتب سامحوني معه زوز كيسين ماء و نخلط الكل هكا بالبي و بش نحط على الجاز متاعي و نبدى نعصد بشوية بشوية اخذيت بتبيعت الحال المثلد اللي هو هذيك هو اللي بش نعصدو بيه العصيدة دونك نبديو هيكا بشوية بشوية حتى لي نحصوها بدي التعقاد و نبديو نعصدو العصيدة متاعنا بنينا برشة لحقيقة فتور السباح انا حبيت نعملها و نصورها و نبرتجيها معاكم من عرش كان عملتها معاكم مقبل ولاينا عرف اني عملت عصيدة الفارينة لكن عصيد تسميد والله نسيت من عرش المهم دونك الكيس هذيك اللي خلينا هوني دو كوتة ضفنا هوني شوية ديمة بنفس النار تكون يعني مهيش قوية و نقعد هيكا بشوية بشوية نعاود نحل بتبيعة الحالة العصيدة متاعي و نقعد هيكا بشوية بشوية كيما قلتلكم تحتين ازوز كيسين ماء و الكيس الثالث هيكا ضفت هيكا شوية منه توا و نقعد بنفس الطريقة نعصد بالشكل هذي اللي قاعدين تشوفوا فيه بتبيعة مهم برشة السرعة مهم برشة زادة حاجة متلا تسقش بيش معناها ما تسقلناش العصيدة متاعنا و متكع برش زادة يزم هيكا نزربو شوية ضفت زادة كمية اخرى من الماء هذيكا على المعناها اللي ضفتو هذيكا هو الكيس اللي حاتيتو دو كوتة يري قصت بيه سميد يعني والماء الكيس الثالث هذي مرة ثانية ضفت بش نضيف بالطريقة هذي ثلاثة مرات نعاود نحل ونعاود بش يلزم بالباهي بالباهي العصيدة كيما عصيت الفرينة يزمها تطيب بالباهي حتى نشوفو كاللمع عصيدة السميد كيف خاطر كين ما تطيبش يعني بالباهي تقلقنا من بعد دو كوني هاو كيما قاعدين تشوفو وهوني بش نضيف قاعدة معناها نعصد في نفس الوقت وبش نضيف الكمية متاع الماء بمعناها الكمية المرة الثالثة معناها على ثلاثة مرات الكيس هذيك نقسم على ثلاثة مرات كل مرة نحل البات متاعي ونعصدها ونضيف هيك بشوية بشوية الماء هذيك هو يعني بالنسبة للماء انتوس تعملت ثلاثة كيسين ماء زوز حتيتهم اللول والكيس الثالث ثلاثة مرات كيما قاعدين نشوف وين نعصد هذي قاعد هيك في الكيس الكمية اللي قاعدت صبيتها ونعاود نحل البات متاعي ونعصدها للمرة الثالثة والاخيرة كيف كيف حتى نشوفو هيك اللمعة وتكون معناها العصيدة متاعنا ومعناها بالباهي تبدأ هيك فيها اللمعة وصييت خدمة معناها اخذت وقتها وتخدمت بالباهي باش من بعد نجمو نحطوها ونزينوها كيف ما نحبو احنا حبيت نعطي هيكم طريقة سهلة مبسطة ان شاء انتوس ما زادت تجربوها شوفو هوني العصيدة متاعنا حاود حلت تحليتها يعني مرة ثلثة وبالطريقة هذي حبيت هيك من نسرعش يعني الفيديو حبيت تمشي هيك بشوية 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 باش انتوس ما زادت تستفيدو سيختو الليش تحبي نحضر الصحيفة متاعي ولا الليش تحطو فيه يعني العصيدة نحط هيك دي البرتشلولة ونحط معناها عملت انها زادت الحقيقة غزوزو صحنا هيك صغيرات صحينين وباش نزين هيك بالطريقة هذي معناها بالنستوي بالمغرفة ونعمل هيك الحفرة هيك في الواسط نحط شوية زيت زيتونة انها الحقيقة بش نعملو بالعصال تنجمو تعملو بالسكر تنجمو تعملوها زادة يعني بالرب متاع التمر اللي تشتهونتو منتج متعاملوها حارة زادة نوك انا حبيت نعمل بالطريقة هذي بتيت خمرة اخرى نشارك معاكم مع عصيدة حارة بعد طريقتم يا ربي فضل هيلي وان شاء الله تعجبكم انتو ما زادة ولا كان جيت واحدة يومي بوحكبات تعملها خطر نحبها باشا لقيقها العصيدة للحارة لكن بتبعت الحال مع صغيرات وكل دوك حبيت نعمل بالطريقة هذي زيت زيتونة وعصل ان شاء الله تعجبكم وانتو ما زادة ان شاء الله تجربوها نستويو هيكا لجنيب وكل وصحة وبشفاء حاجة بنينا برشا وسخونا هيكا دفي سباح كده تقصي كبيرت وولا يعني كان عندكم اي اقتراح متعضي غوصيت اينا ما عملتهم شو معاكم مرحبا بيكم الناس الكل تابوني على قناتي على اليوتيوب على انستغرام كيف كيف على البجمتايا على الفيسبوك على تيك توك زيدة ومرحبا بيكم الناس وكل وشكرا تعليقاتكم اللي حلوة ونتأسف لغيقة برشا خاطر ما نجاوبش برشا على البخي في دونك اي واحد يحب يكتب تعليقي خليهولي في تحت الفيديو ان شاء الله نجاوبكم الناس الكل لكن في الخاص راني منجاوبش والا للأسف يعني هذي كان يعني شواء وإلا اختيار مني دونك من منجاوبش على الخاص نجاوبكين في بده فما هيكا تعليقات على تحت الفيديو مرحبا بيكم الناس الكل زينت بالطريقة هذي حتيت شوي تتمر صحة وبشفى لكم الناس الكل متنسيوش كما قطركم انت سجعوني على قناتي على اليوتيوب اعصيد ابنينا برشا وهكي اخذيت وقتها وحبيت نوريكم الطريقة كاملة باش انتم ما تنجح معاكم من اول مرة نحبكم برشا الناس الكل في امان الله ان شاء الله في فيديوهات اخرى وصفية تخلين بسلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة